عزيزة الله بصفة السلسة الابتدائي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته النهاردة ان شاء الله هنحل مع بعض اختبار الموضوع الاول وده معنا في كتاب سلاح التلميس في صفحة 83 وصفحة 84 طبعا السؤال الاول هو سؤال الاستماع وده طبعا انا لازم يتقرأ عليه قطعة الاستماع علشان تعرف تجاوب فقطعة الاستماع انا هورها لكم وهقرأها معاكم ركزوا فيها علشان هنجاوب الاسئلة عليها اجرت كارول دويك الكثير من الابحاث ومن خلال عملها شرعت تلاحظ ردود افعال الطلاب في المدارس عند اعطائهم تمارين صعبة فكان بعضهم يتوقف عن الاجابة بدون احراز اي تقدم والبعض الاخر يحاول حل التمارين وكلما اخطأ عاد المحاولة من جديد وكانت تلك الملاحظة مهمة في دعم نظريتها الخاصة بالعقلية طبعا ده بالنسبة لايه ده بالنسبة لنص الاستماع اللي هنجاوب عليه الاسئلة اللي معاين ضع علامة صحة امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة غير الصحيحة اهتمت كارول في ابحاثها بملاحظة تصرفات الطلاب صح احنا قلنا كله كان على الطلاب نظرية كارول تدرس عقليات الناس صح هي شغالها العقلية هنا بيقول لي اختر يمكن وصف عقلية الفريق الاول من الطلاب بأنها ايه اللي هما بقى ما حاولوش ولا حاجة اه طبعا دي بنوصفة بأنها عقلية ثابتة ما بتحولش اساسا السؤال التاني في الاختبار ده في التعبير الكتابي ان احنا خدنا في التعبير الكتابي وشرحناه في فيديو اللي هي كتابة مذكرات يومي فانا بيقول لي اكتب مذكراتك عن زيارة قمت بها لمكان اعجبك مراعيا عناصرها طبعا عناصر كتابة المذكرات اليومية اللي هي الزمان والمكان واسم الكاتب اللي احنا بنمضي في الاخر باسم الكاتب والجملة الافتتاحية والجملة الختابة طبعا احنا هنعمل كله من البداية نعمل المذكرات بننشئها من البداية فانا حط الزمان حكتب في اليوم والتاريخ والساعة فاقول اليوم الخميس 21-23-23 الساعة السامنة صباح طيب احطنا جملة افتتاحية فاقول هذا اليوم كان يوما مميزا بالنسبة لي هدخل بقى في موضوع المذكرات فقد ذهبت في زيارة مع اسرتي لمستشفى 57-57 واخذنا معنا الهدايا والالعاب للاطفال هناك وساعدوا بها كثيرا وساعدتوا لذلك ده كان الموضوع هدخل وحط في الاخر بقى جملة ختمية وهقول ليس هناك اجمل من الشعور بآلام المرضى والتخفيف عنهم وبعدين هوقع باسم في الاخر وانا كتبت توقع باسم بسند آه تمام هناخد بعد كده النص الادبي اقرأ الفقرة التالية بيقول لي هنا ايه لدى كل مننا شخص ناجح يقتدي به ويستمد من تجاربه الخبرات التي تعطيه القدرة على اكتياز العقبات والمألوف لدى الناس ان يكون هذا الشخص اكبر منهم سنا اما بالنسبة لي فان اخي الاصغر هو قدواتي فانه على الرغم من ثغاره الا انه يمتلك عقلية متطورة ولا يخشى الفشل ولا يبدأ مهمة الا ويتمها ويتمها بالمحاولة والمثابرة طيب تعال نشوف الاسئلة على النص الادبي ايه استخرج من الفقرة ما يليه مرادف ينجزها يتمها اللي هي في الاخر دي مفرد القدرات القدرة اللي هي في السطر الاول طيب ضع علامة صح او علامة خطأ الاشخاص الناجحون لا يوجهون عقبات في حياتهم خطأ اي حد بيوجه عقبات السر وراء نجاح الاخ الاصغر هو سنه الصغيرة لا طبعا مش السر في نجاحه كده السر ان هو يمتلك عقلية متطورة ولا يخشى الفشل اجب كيف خالف الكاتب المعتاد لدى الناس ولماذا طبعا هو خالفهم بانه جعل اخاه الاصغر هو قدوته طب ليه بقى لان اخاه يمتلك عقلية متطورة واللي دان امطلعهم الفقرة برضو ولا يخاف الفشل ولا يبدأ مهمة الا ويتمها بالمحاولة والمثابرة السؤال اللي بعد كده على النص المعلوماتي اقرأ الفقرة التالية القارئ الجيد لقصص الناجحين يستطيع بسهولة اكتشاف سر نجاحهم وتميزهم فالانسان الناجح شخص مثابر يمتلك الشجاعة للشروع في المهام المختلفة ولديه شغف بتعلم مهارات جديدة كل يوم وطريقة تفكيره قابلة للتطور والنمو باستمرار وهذه العقلية تمكنهم من احراز ارقام قياسية في مجالات عدة طيب النص المعلوماتي هناخد الاسئلة عليه طبعا في الصفحة اللي بعد كده طيب الاسئلة بتقول اختر المراد في الصحيح للكلمتين الملونتين مما بينها قوسين مديني كلمة مثابر وهختار معناها متفوق ولا منظم ولا مداوم ولو جميع ما سبق هي طبعا مداوم لان المثابرة هي المداومة على الشيء احراز مديني لا اختيارات لكن هي معناها تسجيل احراز يعني ايه يعني تسجيل الاولاني ده علامة صحة او علامة خطأ الشخص الناجح يكتفي بما تعلمه ولا يبحث عن المزيد خطأ طبعا اذكر صفة اخرى للشخص الناجح لم ترد في الفقرة ومديني الصفات وعايزنا اجيب صفة مجدش في الفقرة انا اخترت الصقة بالله والصقة بالنفس الصقة بالله وبالنفس ومتا ممكن تحط اي صفة تانية انت عايزها بعد كده النص الشعري اقرع الابيات التالية فداء الاوطاني والعزم سبيل البنياني نكتاز صعابا لا نخشى ونثابر كدر الامكاني الكل باخلاص يسعى كي نحرز مجد الانساني هنا بيقول لي اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسين مراضف نكتاز نتخطأ نتخطأ الولا اختيار ده نتخطأ هنا بيقول لي سيضح الشعر من اجل وطنه بايه هو بيقول الروح فداء الاوطاني يعني هو حيفدي وطنه بروحه ويبقى من اجل وطن منضحة بالايه الشعر بيضحي من اجل وطنه بالروح هات من الابياد ثلاث كلمات بينها بينها نغم موسيقي انا بالدين في الاوطان وفي البنيان وفي الامكان وفي الانسان كل دي كلمات بينها ايه بينها نغم موسيقي بعد كده سؤال النحو القواعد النحوية اقرأ الفقرة ثم اجد وزك الصديقان بقدرتهما وزكار الدروس بجد استعدادا للاختبارات واستعانا بالله فكان من الناجحين استخرج من الفقرة ما يلي جامع تكسير انا قلت كلمة الدروس علامة اعراب الفتحة طبعا لان احنا هنا وزكارة الدروس لانها هي مفعول بها طب الفعل طبعا هو الف الاتنين الموجودة فين اللي موجودة في الفعل زكارة اه بعد كده اسم معرفة انا قلت الصديقان ونوعه هو معرف بقل احنا قلنا المعرفة عندنا ممكن يكون ضمير ممكن يكون اسم موصول ممكن يكون اسم اشارة اه كل ده بيعتبر ايه بيعتبر من انواع المعارف طبعا او مضاف او كلمة نكرة مضافة لكلمة ايه لكلمة معرفة اه بعد كده بيقول اختر الاجابة الصحيحة مما بين القوسان كلمة استعدادة نكرة ولا معرفة نكرة طبعا زي ما احنا شايفين كلمة الناجحين اسم مجرور علامة جروليا لانه زي ما احنا شايفين جمع مذكر سي اه اجعل الفعل في الجملة الاتية مفرد واضبطه غير ما يلزم هنا بيقول واثقة الصدقان بقدرتهما عايزنا ببدا الصدقان اخلي الصدق واحد فاقول واثقة الصديق بقدرته وطبعا هادبطها شكلها الصديق بقدرته بعد كده معايا سؤال الخط بعده سؤال الاملة اختر الاجابة صحيحة ما بين القوسان واحد لكل مننا مهارات و اه قدرات يعني قدرات بالتنوين ولا قدرات ولا قدرات بالنون لا قدرات بالتنوين طبعا ومش هيبقى فاها وهي تتكتب بالطريقة دي اللي هي اول اختيار اول اختيار عندي اصرار على الفوز بمركز متقدم ولا مركزا ولا مركز طبعا انا عندي الباق حرف جر يبقى اللي بعدها يبقى مجرور يبقى التنوين بالايه التنوين بالكسر مركزين اه تعلم كيف تقدم للاخرون نقضة عن كلمة بناء هنكتبها بقاني شكل من دول يطرى بالشكل الاولاني بان احنا نحط التنوين بالفتح على الهمزة على طول ولا هنطلع بألف ونحط عليه التنوين بالفتح ولا هنطلع ولا هنكتب ألف ونرسم ألف نحط عليها الهمزة ونطلع بالتنوين لا طبعا احنا بناخد الشكل الاولاني لان احنا قلنا الهمزة المتطرفة على السطر الهمزة المتطرفة على السطر اه طبعا لما بيكون قبل منها حرف مد ولما بنكون هننونها بالفتح ما بنطلعش خلاص بألف لان الهمزة بنفعش طقع بالايه بين ألفين فبنحط التنوين بالفتح على طول على الايه على الهمزة ما بنطلعش بألف تاني كده احنا انتهينا من حل اختبار الموضوع الاول لو عجبكم الفيديو ما تنسوش انتو تحطوا اللايك والناس اللي مش مشتركة في القناة تشترك وتفعل الجرس عشان توصل لها اشعارات بكل فيديوهاتنا الجديدة اشوفكم في فيديو اخر والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة